افلح من صلى على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين والظاهرين المعصومين المنتجبين برنامجنا إن شاء الله في هذه الليلة برنامج قصير نحاول أن نركز على الكيف أفضل من الكامل هذه الليالي ليالي القد ليس المقصود فيها أن نطوي أكثر عدد من الأوراق بل المقصود فيها أن نحسب أوراق العمر المثمر منها وغير المثمر إذن هذه الليلة نحاول أن نركز على بعض المقاطع المؤثرة ولا يمكن أن تكون مؤثرة إلا إذا صنعنا بيئة مؤثرة يعني جو مريح في بعدها الروحي أريد أكد الآن نحن طوينا شهر رجب وشعبان وشهر رمضان وحضرنا ليالي القد الآن يأتي السؤال الأخير بعد هذه الدورة الروحية الكبيرة جدا روحية بأعلى المستويات فيها حالة من الاستنفار الروحي عند المؤمنين واستعملنا الأساليب المؤثرة ويهادية أهل البيت سلام الله عليهم مثل دعاء أبو حمزة ودعاء الجوشين والعديل الأخرى هذه شلون لها عمق تأثير على الإنسان الآن في اللحظات ليلة 27 ونحن في اللحظات الأخيرة من شهر رمضان مبارك ينبغي أولا أن نسأل أنفسنا كيف نحافظ حلام اكتسبنا اللي ما اكتسبش الليلة عوضت عنده ثلاث ليالي ما دام هو الآن في ضيافة الله سبحانه وتعالى يكون يعوض ما خسر خلال ثلاثة أشهر لذا ما عوضت ما أعلن توبة نصوحة ما حدد مسارها الصحيح ليلة القدر مو أنه نطوي الأوراق الكثيرة ليلة القدر ليلة تقرير مصير ليلة القدر ليلة استثنائية فيها عطايا استثنائية يعني قلتها في أماكن أخرى يمكن بحضر بهذا الجانب ليلة استثنائية وعطايا استثنائية طرف لهم مثال دنيوي أنت إذا في شركة مؤسسة وزارة كذا أحطوك قال لك في خلال السنة هناك يوم في السنة ثلاثمية وخمسة وستين يوم يوم في السنة ليلة في السنة ليلة في السنة رئيس الشركة يقول لك إذا حضرت هذه الليلة حضرت هذا اليوم في العمل وأجدت العمل وبإخلاص وبإخلاص راتبك أسوي عشر مرات أضعاف شنو بتتهيئ لي هذا اليوم طلع درائع أنا تعبان النائم بسرعة خلص يا جماعة هذا لربما في ذاك اليوم حتى أنت تروح تعطي ساعات إضافية من عندك لتثبت إخلاصك مو تنتظر تروح تنام ولا تنتظر الأكل ولا تنتظر القدور ولا تنتظر كذا ولا تحط في مشاعرك الخارجي أي شيء ما تفكر بشيء خارجي هذا على مستوى الدنيا وإذا بيعطوناك راتب سأقول لك أضعاف الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم يقول لك فاله في السنة لتمنىها طوال العام ويقول لك هي ليلة تقرير المصير أنت يمكن مكتوب عليك أن تموت في هذا العام أنت بيدك بجهودك في هذه الليلة يمكن تعطي نفسك ثلاثين سنة عمر وتعطي نفسك رزق يمكن أنت ما بتحصل في هذا العام ولا في السنوات ولا في عشرين سنة في هذه الليلة قد تضمن رزق لك ولأولادك ولدرية الله سبحانه خزانه مفتوح هو وعدك رئيس شركة يوعدك تروح تضحي لهذا اليوم فكيف إذا الله يوعدك يقول لك أعطيك رزق هاي فيها تقدير تقدير أعمار تقدير أرزاق تقدير صحة قد مكتوب عليك أن تكون عليلاً لا سمح الله أنت في هذه الليلة اللي فاتت ليلة القد ما تفوت هذه الليلة بعدك أنت في ضيافة الله تقدر تتراجع تقول لأنا ضاعت علي ليلة القد أنا ما فهمت هذا المعنى أنا ما حضرت أنا كنت متعب أنا جيت أرغي أطوي فقط أوراق أقرأ أدعي ودعاء الجوشن دعاب وحمزة وخلص الأدعية كلها أنا أعمل ليلة القدر فقط أخلص أوراق الله يقول لك لا ليلة القدر هذه الليلة ليلة تقرير مصيرك توبة نصوحة اتراجع نفسك عن كل مساراتك الآثار السلبية في الجانب الروحي بشخصية الثغرات اللي بشخصية على المستوى الروحي المستوى الفكري المستوى الانتمائي كل المستويات علاقتك بالقرآن علاقتك بالممكن واحدة الحين الليلة يراجع نفسك يقول كم قرأت من القرآن بشهر رمضان يصحح مسارة علاقتك بالمسجد علاقتك بالماتم علاقتك بالعلماء علاقتك بخط السماء يمكن أنا في قبل ليلة القدر أنا أعرف أن عندي أصدقاء سوء وصحح مسارة من هذه الليلة أنا أجلس في مجالس يخلط فيها يتحدثون فيها في قضايا السوء ويخطط فيها ضد الإسلام أو عندي أصدقاء معثرين علي على سلوكي كذا أنا علاقتي مع زوجتي علاقتي مع أولادي عندي خلاف مع والدي ونعرف أنه عقوق الوالدين تحبس الدعاء ليلة القدر لو تقعد ساعة تفكر فيها وما تحضرها الأدعية تسمح المحاضرة وتروح بيتكم تقعد تبكي وتخشع وتراقب كل ذنوبك وتصحح مسارك أفضل لك من تطوي الأوراق كلها ليلة القدر ليلة تقرير مصير مو أنه نجلس لنا عشرة قاعدين كل واحد عشرين مقطع عشرين مقطع وألحان وتجادبات ألحان وبعدها نوصل لنهايتنا أشوف ما تأثرت يوم ثاني نفس المسار ليلة القدر هو هذا ما عندنا برنامج طويل أنا مختصر من كل دعاء مثل ما تقول بعض المقاطع المؤثرة لكن أنتم تصنعون الجانب الروحي تصنعون الجو الروحي لهذه الأدعية و لهذه الليلة اللي فاتث ليلة القدر ما تفوت هذه الليلة وبعدك ليلة الجاية العشر الأواخر بحسب الروايات وأهل البيت والسيدة الزهرة وأهل البيت يوصلون بإحياها بأجمعها لماذا؟ لأنه يحتمل أن الليلة من هذه الليال هي ليلة القدر والله هو مو بخيل الله كريم فاتت ليلة القدر يقول لك غلقت على عبدي وهو وضيه من ضيوفي يمكن حتى آخر الليلة هو ليلة العيد تفتح لك آفاق السماء ولذلك الليلة الواحد يشوف طوال هذا الأسبوع طوال هذا الشهر هرق قلبه هل بكى؟ هل خشع؟ هل راقب أو ضاعه؟ إذا هذه المسارات ما أملها خلي اعتبر الروح بعدها ما راح المسار الصحيح مسار الصحيح اللي هو رق قلبه خشع راقب وضعه صدق مع الله أنه بصحح المسار في العامل المقبل على مستوى انتماءه للإمام الحج ولنواب الإمام الحج للفقهة وأنه على خط الفقهة وليس على خط الفقهة في توجه سياسي على المستوى الفكري على المستوى العقائدي على المستوى السلوكي على المستوى الروحي على المستوى الاجتماعي في علاقاته مع جيرانه أخوانه زوجته أولاده أهله المسارات مستوى أهل أخلاقي هذه الليلة هو هذا فقط ينبغي إذا نستطيع أن نحققها في هذه الليلة وقادر نحققها ساعة من التفكير واحد يراقب وضعه السابق وصحح خسارة في المستقبل ويطلب من الله سبحانه وتعالى المغفرة وأبواب الله مفتوحه في هذه الليلة وصلى الله على محمد وآل محمد ترجمة نانسي قنقر أول عمل في هذه الليلة أن نتاجر مع الله سبحانه وتعالى بالصدقة تاجروا مع الله بالصدقة نفتح أبواب التوبة إن شاء الله ببركة هذه الصدقة وتنون الصدقة عن الإمام صاحب العصر والزمان كبداية تنون الصدقة عن صاحب العصر والزمان وعن الوالدين والأهل وعن كل إنسان ظلمناه في حياتنا بغير حق تنون هذه الصدقة عنه إن شاء الله إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ولا يضمر أن يعود في خطيئة سيدي وقد قلت يا إلهي في محكم كتابك إنك تقبل التوبة عن عبادك وتعفو عن السيئة وتحب التوابين فاقبل توبتي كما وعاد وعفو عن سيئاتي كما ضمى اللهم أيما عبد تاب إليك ووفي علم الغيب عندك فاسخ لتوبة وعايد في ذنبي وخطيئتي بل ليعود بك لك فاجعل توبتي هادي لا أحتاج بعدا إلى التوبة توبة موجبة لمحو ما السلف والسلامة فيما بقي اللهم صل على محمد وعال إلى عيلة وتؤجب لي عطوبتك ولا تمكر بي في حيلتك من أين لي الخير يا راب ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطع من لعبك للذي أحسن استغنونك ورحمتك وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرجا عن قدرتك قل بأعلى صوتك حتى ينقطع النفس يا رب يا رب يا رب يا الربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي اللهم أني كلما قلت قد تأيت الليل ليلة التوبة الليل ليلة راجعت النفس اللهم إني كلما قمت قد تأيت وتعبات وقمت للصلاة بين يديك وناجيت ألقيت علي نعاس إذا صلات وسلبتني منعجاتك منعجاتك إذا لنا جاء ما لي كلما قلت قد صلحا سريرتي وقرب من مجالس لسلس توا ودين مجلس عرضت عرضت عرضتني بلية أزالت قدمي وحالت بين وبين خدمتك خدمتك سيدي لعلك لعلك عبابك طرت حاشا حاشاك يا رب وأنا ضيف عليك وعن خدمتك لحيتني أو لعلك ريتني مستخفا بحقك فأقصيتني أو لعلك ريتني معرضا عنك فقليتني أو لعلك مستخفا وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني أو لعلك ريتني غير شاكر من عمائك فحرمتني سيدي أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني أو لعلك ريتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني أو لعلك ريتني آل فمجالس البطالين فبيني فبيني وبينهم خليتني أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباعدتني أو لعلك آي بجرمي وجريرتي بجرمي كابتني كابتني أو لعلك بقلة حياء منك جاء زيتني فعن عفوت يا ربي بجرمي فطالما عفوت عن المذنبين قبلي لأن كرمك إيراب يجل عن مكافات المقصرين أرفع راسك اللهم صلى على محمد وآه محمد حالة الإقرار بالفقر إلى الله وما يا سيدي وما خطري هبني بفضلك سيدي وتصدق علي بعفوك وجلمي بسترك وعفو عن توبيخي بكرمي وجهك سيدي أنا الصغير الذي ربيت وأنا الجاع الذي علمت وأنا الضال الذي هديت وأنا الوضيع الذي رفعت وأنا الخائف الذي آمنت سيدي أنا القليل الذي كثرت والمسط ضعف الذي نصرت وأنا الطريد الذي عميت أنا يا رب الذي لما استحك في الخلاق ولم أراقبك في الملاء أنا صاحب الدواء العظمى أنا الذي على سيدي اجترى أنا الذي عصيت جبار السماء أنا الذي عطيت على معاصي الجليل الرشاء أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها اسعى أنا أنا الذي أملت لي فمر عواي وسترت علي فما استحيات وعملت بالمعاصي فتعدت بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك صلواتك عليه في هذه الساعة في هذه وفي كل وليا 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 وقائدان ودليلا 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 أرضك هو تمتعهم فيها برحمتك يا أرحم الراحمين من أجل فرج بقية الله الأعظم الحجة ابن الحسن من أجل فرجنا انتصارنا من أجل فرج أخواننا المعتقلين الغرباء المرضى غفران الدمو باستجابة الدعاء نقرأ بعض المقاطع من دعاء الجوشن أريد تفاعل ومعبكاء وكذلك تدبر مع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على رم محمد وآلي محمد سبحانك يا لا إله الغاث الغاث خلصنا من النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حليم يا حكيم سبحان الغوث 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 خلصنا من النار يا رهي يا سيدة السادات أدنا indicate الأيد إلى السماء يا سيدة السعدات يا مُجِيبال دعوات يا رافعان ي Downtown يا وليان حسنات يا غافران خطيئات يا معطل مسألات يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا عالم الخفيات يا دافع البليات سبحانك يا الله الغوث 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 يا خير الغافرين يا خير الفاتحين يا خير ناصر يصرنا على أعدائنا يا خير الحاكمين يا خير الوزقين يا خير الوالثين يا خير الحامدين يا خير الذاكريين يا خير المنزلين يا خير المحسنين سبحانك يا الله أعلى أعلى خلصنا هذا المقطع للأسارة يا غافر الخطايا يا كاشفال بلايا يا منتعى الرجايا يا مجزل العطايا يا مجزل العطايا يا واهب الهدايا يا رزق البرايا يا قضي الملايا يا سامع الشكايا يا باعثان يا باعثان برايا يا مطنقى الأسارة سبحان الله الله ألغوث خلصنا يا علام الغيوب يا غفار الذنوب يا ستارال استر عيوبنا يا الله يا كاشفال كروب يا مقلب القلوب يا طبيب القلوب يا منور القلوب يا أنيس القلوب يا مفرج الهموم يا منفس الغموم سبحانه الغوث يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين اللهم فرج عنهم جميعه يا صريخ المستصرخين يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا عون المؤمنين يا راحم المساكين يا ملجأ العاصين يا غافر المذنبين يا مجيبا دعوة تال مضطرين سبحانك يا الغوث الغوث يا فرج الهم يا كاشف الغاب يا غافر الذنب يا قابل التوب يا خالق الخالق يا صادق الوال يا موف العال يا عالم السر يا فانق الحاب يا فانق الحاب يا رازق الأنام سبحانك يا الله يا راحم 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 الله يا عظيم العرف يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باصط اليدين بالرحمة يا صاحبك كل نجوة يا منتهى كل شكوى سبحانك نك يا لا اله خلصنا يا بديع السماوات يا جاعلان ورمايات ينبغي ان لا تخبل تعرف من تخاطف في هذه الكلمات يا بديع السماوات يا جاعلان ظلمات يا راحمان عبرات يا مقيل العثرات يا ساتر العورات يا محيى الأموال يا منزلال آيات يا مضعف الحسنات يا محيى السيئات يا شديد اللقمات سبحانك يا الله يا رب البيت الحرام يا رب الشهر الحرام يا رب البلد الحرام يا رب الركن والمقام يا الله اهلك أعداء الشيء يا الله يا رب المشعر الحرام يا رب المسجد الحرام يا رب الحل والحرام يا رب النور والظلام يا رب التحيتي والسلام يا رب القدرتي في الأنام سبحانه الغوث يا أحكم الحاكمين يا عدل العادلين يا أصدقاء الصادقين يا أطهر الطاهرين يا أحسن الخالقين يا أسرع الحاسبين يا أسمع السامعين يا أبصر الأغرين يا أشفع الشافعين يا أكرم الأكرمين سبحانك يا الله خلصنا من النار يا رب يا عماد من لا عماد لا يا سند من لا سند لا يا ذكرم الله يا حرز من لا حرز لا يا غياث من لا غياث لا يا فخر من لا فخر لا يا عز من لا عز لا يا معين من لا معين لا يا أنيس من لا أنيس لا يا أمان من لا أمان من لا سبحانك يا أمان من لا يا أمان من لا يا خير المشكورين يا خير المحبوبين يا خير المدعوين يا خير المستلسين سبحانك يا الله يا من خلق فسوى يا من قدر فهدى يا من يكشف البلوى يا من يسمع النجوى يا من ينقذ الغرقى يا من ينجل هلكى يا من يشف المرضى اللهم شع في مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بحق هذه الليلة يا من أضحك وأبكى يا من أمات وأحيا يا من خلق الزوجين الذكرى والأنثى سبحانك يا غلا إله إلا أن فقط للتذكير هذه آخر ليلة الجمعة في شهر رمضان مبارك وما ندري إحنا يحينا الله سبحانه وتعالى إلى السنة المخفى الأملة يا من إليه يحرب الخائفون يا من إليه يفزع المذهبون يا من إليه يقصد المنيبون يا من إليه يلجع المتحيرون يا من به يستانس المريدون يا من في عفوه يطمع الخاطئون يا من إليه يسكن الموقنون يا من عليه يتوكل المتوكلون سبحانك يا لا يا أقرب من كل قريب يا أحب من كل حبيب يا أبصر من كل بصير يا أخبر من كل خبير يا أشرف من كل شريف يا أرفع من كل رفيع يا أقوى من كل قوي يا أغنى من كل غني يا أجود من كل جوات يا أرأفى من كل رؤوم سبحانك يا لا إله الغوث الغوث خلصنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك صلواتك عليه وعلى أبا في هذه وفي كله ويهي ولياً أعلى أعلى بحيانًا وحافظا وقائدان وناصرا ودليلاً حتى تسكنه أرضك أرضك الطوى وتمتعه فيها برحمتك يا أرحمار يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملينا الحديد لداو صل على محمد وآلي محمد وافعل به ما أنت الليلة 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 يا سرور العارفين يا من المحبين يا أنيسى المريدين يا حبيب التوابين يا رازق المقلين يا رجاء المذنبين يا قرة عين العابدين يا منفس عن المكروبين يا مفرج عن المغم المين يا إله الأولين والآخرين سبحانك يا الله الغوث الغوث يا رب الصديقين والأخيار يا رب الجنة والنار يا رب الصغار والكبار يا رب الحبوب والثمار يا رب الأنهار والأشجار يا رب الصحار والقفار يا رب البرار والبحار يا رب الليل والنهار يا رب الإعلان والإسران سبحانك يا لا إله الغوث الغوث يا رب الصغار والإسران 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 يا من لا يضيع أجر المحسنين يا من لا يبعده عن قلوب العارفين يا أجود الأجودين سبحانك يا لاء يا دائم البقاء يا سامع الدعاء يا سامع الدعاء يا سامع الدعاء يا واسع العطاء يا غافر الخطاء يا بديع السماه يا حسن البلا يا جميل السنة يا قديم السنة يا كثيرا وفا يا شريف الجزاء سبحانك يا لا إله يا من خلقني وسواني يا من رزقني ورباني يا من أطعمني وسقاني يا من قربني وأذناني يا من عصمني وكفاني يا من حفظني وكلاني يا من أعزني وأغلاني يا من وفقني وهداني يا من آنسني وعاواني يا من أماتني وأحياني سبحانه أنك يا لا لا إله إلا أن يا من ذكره شرف للذاكرين يا من شكره فوز للشاكرين يا من حمده عز للحامدين يا من طاعته نجاة للمطيعين يا من الباب مفتوح للطالبين يا من سبيله واضح للمنيبين يا من آياته برهان للناظرين يا من كتابه متذكرة للمتقين يا من رزقه عموم للطائعين سبحانك يا لا إله خلصنا من النار يا نبيا حبيب الباكين المقاطع الأخيرة يا سيد المتوكلين يا حادي المظلين يا ولي المؤمنين يا أليس الذاكرين يا مفزع الملهوفين يا منجي الصادقين يا أقدر القادرين يا أعلم العالمين يا إله الخلقي أجمعين سبحانك يا لا إله خلصنا من النار يا رب اللهم لا تجعله آخر العهد مننا يا معين الضعفة يا صاحب الغربى يا ناصر الأولياء يا قاهر الأعدى يا الله يا قاهر الأعدى يا قاهر الأعدى يا رافع السماء يا أنيس الأصفيا يا حبيب الأدقيا يا كنز الفقرى يا إله الأغنياء يا أكرماء الكرماء السبحانك يا لا إله يا الله خلصنا من النار يا رب من حالة السجود مقطعين في حالة السجود يا أمان لا يشغله سمع عن سم يا الله أنظر إلينا نظرة رحيمة بحق بقية الله الأعظم يا أمان يا أمان لا يشغله سمع عن سم يا أمان لا يمنعه فعل عن فأف يا أمان لا يلهي قول عن قول يا أمان لا يغلقه سؤال عن سؤال يا أمان يا أمان لا يحجبه شيء عن شيء يا أمان لا يبرمه الحاح الملحين يا أمان هو غاية مراد المريدين يا أمان هو منتهى إمام العارفين يا أمان هو منتهى طلب الطالبين يا أمان يا أمان لا يخفى عليه ذرة في العالمين سبحانك يا أمان يا أمان يا أمان يا أمان يا أمان يا أمان خلصنا من النار يا رب يا حليم لا يعجل يا جوادا لا يبخل يا صادقا لا يخلف فقد وعدتنا بالإجابة والمغفرة يا رب يا وحابا لا يمل يا قائران لا يغلب يا عظيمان لا يوصف يا عدلا لا يحيف يا غنيان لا يفتقر يا كبيران لا يصغر يا حافظا لا يغفل سبحانك يا لا إله الغوث خلصنا من النار يا رب إلهي العاف والعاف العاف 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 المقضع الأخير وعني بالبكاء على نفسي فقد أفنيت بالتسويف والآمال أمري وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري فمن يكون وسوحا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبري لم أمعد لرقدتي ولم أبرش بالعمل الصالح لضجعتي من فاته البكاء فمتى سوف يبكي هذه الليالي الأخير من شهر رمضان وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون وصيري وراء نفسي تخاضرني وأيامي تخاتل لي وقد خبقت عند رأسي أجنحة الموت فما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي أبكي لظلمتي قبري أبكي لحدي أبكي لسعالي منكر ونكير إياه أبكي لسعالي من قبري عرياناً ذليلاً حاملاً أبكي لسعالي من قبري أبكي لسعالي من قبري أبكي لسعالي من قبري أبكي لسعالي من قبري للشهداء إن شاء الله اللهم صل على محمد وأوني محمد اللحظات الأخيرة أيها المؤمنون هناك سجناء أكثر من ثلاثة آلاف معتقل قلوبهم الآن نظرهم إلى أدعيتكم في هذه الليلة هناك مرضى على أسرة المستشفيات هناك غرباء في المهجر ما شاء الله أوضعنا في العراق في لبنان في إيران شعة علي بن أبي طالب اللحظات الأخيرة ليلة قدر اللهم صل على محمد وأوني محمد يا الله اللهم نمددني في عمري وأوسع لي في رزقي وصح لي جسمي وبلغني أملي وإن كنت من العشق وهذه الليلة ليلة الدعاء ليلة القد ليلة الجمعة وإن كنت من الأشقياء بحق بقية الله بحق أمير المؤمنين فامحني من الأشقياء وكتبني من السعداء فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلواتك عليه وآل يمح الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم وفيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القاد وفي القضاء الذي لا يرد ولا يبدل لا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكبر علهم سيئاتهم واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل أمري وتوسى علي في رزقي وتفعل بيما أنت أهل اللهم إني أمسيت لك عبداً داخراً لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضر ولا أصرف على سوء أشهد بذلك على نفسي وأعترف لك بضعف قوتي وقلة حيلتي فصل على محمد وعال محمد وانجز لي ما وعدتني وجميع المؤمنين والمؤمنات من المغبرة في هادي الليلة واتمم علي ما آتيتني فإني عبدك المسكين المستكين النعيف البقير المهين اللهم لا تجعلني ناسياً لذكرك فيما أوليتني ولو لإحسانك فيما أطيتني ولا آيساً من إجابتك وإن أبطأت أني في سر أو ضر أو شدة أو رخاء أو عافية أو بلاء أو بأس أو ناما إنك سميع الدعاء اللهم ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام ما بقيتني في يسر منك وعافية وسعة رزق لا تخني من تلك المواقف الكريمة يا الله والمشاهد الشريفة وزيارة قبر نبيك صلواتك عليه وآل وفي جميع حوائج الدنيا والآخر فكله اللهم أني يسألك فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في ليلة من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتوني من حجاي بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكبر عنهم سيئاتهم واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطويل عمري وتوسى علي رزقي وتؤدي علي أمانتي وديني وديني آمي رب العالمين يا رب ليلة القدر وجاعلها خيرا من ألف شهر ورب الليل والنهار والجبال والبحار والظلم والأنوار والأرض والسمايا بارو يا مصور يا حنان يا منان يا الله يا رحمن يا الله يا بديع يا الله يا الله يا الله لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبر يا أهو والآلة أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل اسمي في أغلي الليل في السعداء وروحي مع الشهداء وإحساني في عليين وإساتي مغفورة وأن تهب لي يقيناً تباشر في قلبي وإيماناً يذب الشك وترضيني بما قسمت لي وآتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسن وقنا عذاب النار الحريق وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والأنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمداً وآل محمد عليهم السلام واغفر لي في هذه الليلة ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات غفراناً متنزه عن أقوبة الضعفاء رحيم بذو الفاقة والفقراء جاد على عبيده شفيقاً بخضوعهم وذلتهم رفيق لا تنقص الصدقة عليهم ولا يفقره ما يغنيهم من صنعه اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اقضي ديني ودي ودين كل مديون وفرج عني وان كل مكروب وأصلحني وأهلي وولدي وأصلح كل فاسد وانفع مني واجعل في الحلال الطيب الهنيئ الكثير السائغ من رزقك عيشه ومنه لباسي وفيه منقلبي واقبض عني عني المحارم يدي يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم ادخل على أهل القبول السرور اللهم اغني كل فقير اللهم اشبع كل جاء اللهم اكس كل عريان اللهم اغني دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل سير اللهم اصبح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشفي كل مريض اللهم صد فقرنا بغناك اللهم غير سوى حالنا بحسن حالك اللهم اقنعنا الدين واغننا من الفاق إنك على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كون صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا صلواتك عليه وحافظا وليلا حتى تسكنه وحافظا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يرحم ومن رحمين صل اللهم على محمد وآلي محمد رفع رفع المصاحف ثم زيارة سيد الشهداء الأخوة يضعون المصاحف يفتحون المصاحف بسم الله الرحمن الرحيم وحافظا 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 توجه توجه بقلبك أيها المؤمن تضع الثقل الأول على رأسك هذا أحد الثقلين القرآن الكريم تضعه على رأسك والثقل الآخر نتوسل به والثقل الآخر تتوسل به نتوسل به من أم العطار ونجعله وجيها نتوسل سلامه سلامه أعظم الشيء أقدس الشيء القرآن وأهل البيت فتوجه بقلبك بخشوع بتوجه ونقسم بهم ليفرج الله سبحانه وتعالى عنا وعن إمام زمائننا هذا المظلوم الذي يهين يهان الإمام صاحب العصر والزمان ونحن نسمع ينبغي أن نتفاعل مع صاحب العصر والزمان السلامه 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 نتوسل به ونجعله وجيها عند الله وندعو للمعتقلين الغرباء المرضى وجميع المؤمنين والمؤمنات وكل من سأن الدعاء والزيارة يا الله بحق محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد اللهم يلل يا الله ليلة الجمع آخر ليلة في جهر رمضان ليلة قدر نقسم علىك اللهم اللهم أني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماءك الحسنى وما يخاف يرجى أن تجعل لي من عتقائك من الله ربما تكون الفرصة الأخيرة أيها المؤمنين أن تجعل لي من عتقائك من النار ضعوا القرآن على رؤوسكم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته وبحق كل مؤمن المدحت فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك من فلا أحد أعرف بحقك من بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله بمحمد 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 بعلينا الله من لا نقسم عليه بتلك الحظات التي مرت على أمير المؤمنين وهو يستغيث وينادي فستوه ورب الكعبة استجب دعاءنا لا ترجعنا محرومين يا الله بعليا بفاطمة اللهم أن لا نقسم عليك بفاطمة اللهم أن لا نقسم عليك بتلك اللحظات التي مرت على بنت رسول الله وهي بين الحائط والباة وهي تناديا في الضخذيني فقد أسقطوا ما في أحشايا من محاب بفاطمة 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 اللهم أن لا نقسم عليك بالإمام المظلوم اللهم أن لا نقسم عليك بالإمام المسموم اللهم أن لا نقسم عليك بصاحب القبر المهدوم بالحسن 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 اللهم إن لا نقسم عليك بأبي عبد الله الحسن نقسم عليك بغربة أبي عبد الله باستغاثة أبي عبد الله بالجسد السليم لأبي عبد الله بنساء أبي عبد الله بأطفال أبي عبد الله برقيع بالطفل الرضيع نقسم عليك بخيم أبي عبد الله المحروقة بالحسين 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 بعلي بن الحسين مريض كربلا شعبي مرضانا يا الله بعلي بن الحسين 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 بمحمد بن علي 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 بجعبر بن محمد 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 بمحمد اللهم بحق يا إمة البقيع فرج عنا بمحمد بن محمد بمحمد بن بمحمد بمحمد بن جعبر بمحمد بن جعبر بمحمد بن جعبر بعلي بن محمد السلام عليك يا غريب الغربا بعيد المدى السلام عليك يا أنيس النفو سلطان خراسا اللهم بحق غريب الغربا رد غربانا يا الله وارزقنا في الدنيا زيارة وفي الآخرة شفاة بعلي بن موسى 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 بمحمد بن علي 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 بعلي بن موسى بعلي بن موسى بعلي بن موسى بمحمد بن علي بعلي بن موسى بمحمد بن علي بالحسن ابني علي بالحسن ابني علي يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني لي وعج الفرج وساه المخرج وأوسع ملجة واسلك بي محجته وانفد أمره واشدد أزره وأمر الله أم بي بلادك وأحيي بي عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفسال في البر والبح بما كسبت عيد الناد اللهم وسر نبيك محمد صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه ولا داوته وارحم استكانتنا بعدا اللهم اكشف هذه الغم عنا هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه خريبا برحمتك يا رحم الراحمين اللهم اجعلنا من أنصاري وعوانه والمستشهدين بين يده فالصب الذي نعتاله بكتابك فقلت صبا كان لهم بنيان المرسوس اللهم صل على محمد وآلي محمد اللهم صل على محمد وآلي محمد أزور زيانة مني قلبك إلى كربلا أزور زيانة مني ونيابة عن والداي ووالد والداي وأخوتي وأخواتي وجيراني واصدقائي وأحبائي وجميع المؤمنين والمؤمن آيات قربتان إلى الله تعالى لا تقصدوا قبر الحسان بشرق أرضين أم بغربي ودعوا الجميع والرجل نحوي فمثواه بقلبي خطابي مع زينب في يدي الليال بعدما اختل أمير المؤمنين كيف أنت يا زينب أنا أيام الفرح عني بعيدة أنا أيام الفرح عني بعيدة وكل ما ينقضي نوحي بعيدة بعيدة وشهر الفطر عيب أفراق بعيدة بعيدة وبون المرتضى حذر الوطي وبون المرتضى حذر يا الوطي علي يلمى وعد وخلف وعيدة وعيدة حذن عليك ما يقضي وعيدة على المات تم مصيام أعيدة وعيدة شهر اللنجة المنغين كأني بزينب سلام الله عليها واقف على باب داريا والنياح والعويل تخرج من مسجد الكوف كأني بها تنظر إلى جسد أمير المؤمنين محمولا يا لادة وأن تنادت يا المجبلين حل شاعلين أو ياكم منين أسمح هضل وصياح صوبا خوفا جت العادي يا طيبين لمن سمح الحسن وحسن صاح ويزينب سيدلونين أبو جمط برو الراس نصا صاحة هلت دمعة العين أول يا عيد لك شر على مسلمين عقبك يا بو يوجوهنا أول عقبك يا بو يوجوهنا أول عقبك يا بو يوجوهنا وأخوتي وأخواتي وجيراني وأصدقائي وجميع المؤمنين والمؤمنات والعلماء والسادات والفقهاء والشهداء وعن بقية الله العظم الحجة بن الحسن سلام الله عليه وعن كل ما سألني الدعاء والزيارة سيدي أشهد أنك تسمع كلامي ليلة الجمعة وأريد أن ترد علي سلامي أنا والمؤمنين الحضور السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوحى النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله السلام عليك يا وارث محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا ثالى الله وابن ثواره السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا اشهد أنك أقمت أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعلوم ونايت عن الملكر وعطعت الله رسوله حتى أعطاك اليقين فلعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمات ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت فيه مولاي يا أبا عبد الله أشهد أن لك كنت نورا في الأصلاف الشامخ والأرحام المطهرة لم تنجزك الجاملية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلئ إمات ثيانيا وأشهد أن لك من دعاء بالدين وأركاء للمؤمنين وأشهد أن لك الإمام البر والتقية والرضية والزكية العادي المادي وأشهد أن الأمة من ولدك كلمة التقوى وعلى أولداء والعروة الوثقاء والحجة على آل الدنيا وانشهد الله ومولايكة الأنبياء ورسله ألني بكم ومن وبأيابكم موقن لشراء ديني وخاتيم عملي وقلبي لقلبكم سل وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ضائركم وعلى باطنكم بأبي أنت وأمي أبن رسول الله بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزي وجلت المصيبة مك علينا ولو جميع للسماوات والأرض فلعنى اللهم تنسرجت وألجمت وتأيت وتنقبت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله أسأل الله بالشعر الذي لك عنده وفي المحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وهو لمحمد وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن نبي الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك علي الأكبر السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم لعنى اللهم تنقتلت ولعنى اللهم تنظلمت ولعنى اللهم تنسمعت بذلك فرضيت فيها مولاي السلام عليك يا ولي الله والولية لقد عظمت المصيب وجلت الرزية بك علينا ولا جميع المسلمين فلعنى اللهم تنقتلات وأبرع إلى الله وإليك منهم الشهداء السلام عليكم يا ولي الله وحبه السلام عليكم يا أصف يا الله وإداه السلام عليكم يا أنصار دين الله السلام عليكم يا أنصار رسول الله السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزارة سيدة الإساء العالمين السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الأنصر السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله الحسين في أبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيمة فيا ليتني كنتم أكم ففوزا فوزا عظيمة زيارة النبي المختصر السلام عليكم يا سيدي ومولاي يا رسول الله خير خلق الله الطهر الطائر أبا القاسي محمد بن عبد الله والسلام عليكم وعلى ابنتك فاطمة الزهراء أم السلطين والأعمة من ذريتها الطائرة ورحمة الله وبركات زيارة أمير المؤمنين السلام عليكم يا سيدي يا أمير المؤمنين السلام عليكم يا حجة الله على خلقه السلام عليكم يا قائد الغر المحجلين أخ الرسول وزوج البتول وسيف الله المسلول ورحمة الله وبركات زيارة الإمام الحجة السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن أجل الله تعالى لك الفرج وسهل لك المخرج السلام عليك وعلى أباك الطيبين الطاهرين ورحمة الله وبركات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كون لولي كاله في هذه الساعة في هذه الساعة هو في كل ساوليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعة وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحمة رحمة بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيبه يا الله أما يجيبه المضطر إذا دعاه أما يجيبه المضطر إذا دعاه أما يجيبه المضطر إذا دعاه يا الله أما يجيبه المضطر إذا دعاه بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا عظيم الإحسان بحق الحسن اللهم إلا نقسم عليك بالزهراء وبيها وبعليها وبنيها وبالسر المستودع فيها وبالأمة المعصومين بنيها يا الله يا الله يا الله كما تعودنا في كل عام نقسم بزينب عشر مرة بزينب اللهم إلا نقسم عليك بغربة أبي عبد الله بأطفال أبي عبد الله بنساء أبي عبد الله بجسد أبي عبد الله اللهم إلا نقسم عليك بمظلومية الزهراء بضلع الزهراء المكسور اللهم إلا نقسم عليك بمظلومية الإمام الحسن بصاحب الكبد المسمون بصاحب القبر المادو اللهم إلا نقسم عليك بصاحب هذا الشر الإمام أمير المؤمنين اللهم إلا نقسم عليك باستغاثة أمير المؤمنين بأنات عيتام أمير المؤمنين باستغاثة بنات أمير المؤمنين يا الله يا الله نقسم عليك ببقية الله الحجة من الحسن أمصرنا على أدائنا أحفظ شيعة علي أحفظ علماءنا أمصرنا على أدائنا يا كريم أمصرنا بنصر معزر عاجل يا أرحم الراحمين فك أسرانا رد غربانا شافي مرضانا اقضي ديوننا اغفر ذنوبنا استر عيوبنا استجب دعاءنا اقضي حوائجنا لا تردنا خائبين ولا محرومين لا تجعله آخر العائد مننا لليلة القاد وشهر رمضان يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إلى موتانا وموتاكم موت المؤمنين والمؤمنات والعلماء والسادات والفقهاء والشهداء وإلى روح إمامنا الراحل وسماحة الشيخ الجمر الفاتحة مع الصلوات شكرا ترجمة نانسي قنقر شكرا